طيب انطلاقاً من تساوي المعنى في الإسمين الأكبر والكبير لماذا لا نفتتح الصلاة ونقول في الأدان الله كبير بدلاً من الله أكبر إذا كان متساويين نعم والذين قالوا أن أكبر بمعنى كبير تماماً ويساويه معناً وكأنهما يعني مترادفان لفظان مترادفان زي ما تقول مثلاً بر وقمح دولوا اسمين متغيرين لكن المعنى واحد فكذلك إذا قلت كبير وأكبر دول اسمين متغيرين لكن المعنى واحد فهؤلاء قالوا إذا كان الأمر كذلك أو سئلوا وقلت لبع حضرتك الذي سيقول ذلك إمام أبو حنيفة وهو من هو فمن هذا المنطلق قالوا لهم إذا إذا قلت في الصلاة وإحنا الله أكبر وأنت بتقول لي أكبر بمعنى كبير تماماً خلاص ممكن تقول الله كبير وتفتتح الصلاة لأنما الجمهور يعني الإمام مالك والإمام الشافعي يجب أن تفتتح الصلاة بالله أكبر يقولون الحديث الشريف الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلى ولم يُعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يُنقل في السنة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح صلاته بالله أعظم أو الله كبير لكن الإمام حنيفة يعني أو الأحناف يحكمون القياس العقلي أحياناً أو قياس اللغة وحتى ما يقوله الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والأحناف مردود عليه مردود عليه من اللغة نفسها فالفريق الآخر الذي قال أنه أكبر بمعنى أعظم العظماء وكذا معنى مختلف عن كبير ماذا تقولون في مشكلة أفعال التفضيل يعني لضراح الأحناف وكأنها قضية مسلمة قالوا أن أفعال التفضيل لغوياً وعربياً لا يدل على المفاضلة بإطلاق يعني آه نعم في أمثلة كثيرة جداً يعمل فيها أفعال التفضيل ويقول أن الاثنين اشتركوا في صفة لكن هذا أفضل من ذلك في هذه الصفة طيب وبعدين قالوا لكن خذوا لبالكم كثيراً ما يرد أفعال التفضيل ويقولون هو على غير بابه لا يرد للمفاضلة ثم الأفضل وإنما يرد لصفة واحدة فقط صفة واحدة وهي على أفعال التفضيل واحتجوا مثلاً بإيه؟ احتجوا بقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه هنا عندي أفعال التفضيل أهوى ومعناء الآية طبعاً آية دي نزلت لما سألوا كان الكفار يستبعدون كيف يعيد هذه الأجسام التي بليت وتفتتت وأصبحت ذرات واختلطت بذرات التراب فيعني الآية تقول بالمعنى البسيط ابتداء خلق هذه الأجسام أو إعادتها بعد خلقها أنتو كان المفروض كان المفروض تسألوا على البداية لأن البداية أصعب الإعادة تأتي على نموذج موجود يعني مثلاً المثال أو النحات إذا كان حيعمل تمثال منذ البداية على غير مثال بيصعب عليه لأنه لازم تخيل الشكل ويتخيل كذا ثم يفسد ثم كذا وكذا وكذا لكن بعد أن يصنع هذا التمثال ويبقى هو ولله المسأل الأعلى طبعاً ويبقى هو عارف بدقائقه وعارف بخفايات لو تكسر منه أو تبادل لما حيعيده حيبقى أهوى عليه من الحالة الأولى حالة الابتداء وحالة الأولى ولله المسأل الأعلى مرة أخرى القرآن كأنه يقول أنتم تسألوا عن الإعادة كيف يعيدها تسألوا كيف بدأها لأن البدء كأنه أصعب والإعادة كأنها أهوى أو أسهل فهنا جاءت الآية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هو والإعادة أهون عليه من من الابتداء شكرا للمشاهدة